ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية فيلم شانك تشي نزل في صلاة السينما ويفترض انه راح يكون متاح للمشاهد الرقمية وعن طريق المنصات الرقمية الرسمية بعد 45 يوم من تاريخ نزوله سؤالين لازم اجاوبها قبل ما نبدأ الفيديو لان الاسئلة دايما تتكرر قبل مراجعة اي فيلم من افلام مارفل كالعادة في ناس تسأل ها يا وجيه هل لازم اتابع عمال مارفل قبل ما اتابع فيلم شانك شي ولا ينفع روح اتابعه بس لاني ماني مهتم بعالم مارفل الاجابة هذه المرة راح تكون مختلفة الاجابة راح تكون نعم ولا ايش تقول انت يا وجيه نعم لازم تتابع عمال مارفل قبل ما تتابع شانك شي اذا انت مهتم تعرف التفاصيل الصغيرة اللي موجودة في الفيلم واللي راح تربط هذا الفيلم بالعالم السينمائي تابع مارفل ولا ما يحتاج التابع عمال مارفل إذا أنت رايح تتابع فيلم لشخصية شبح خارقة وتبغى تشوف مشاهد أكشن ومشاهد قتالية مرة فخمة مع شوية خيال وكثير خيال تقدر تتابع كده قصة حدث مكتمل وتقفل عليه مو لازم تتابع عمال مارفل من وجهة نظري حلو الكلام الإجابة فيه إيوا لازم تكون تتابع عمال مارفل وفيه إجابة لا مو لازم وإذا بتسأل نهاية وجيه طيبين فأروح تابع سينما ولا أنتظر شوية هي كلها 45 يوم أنتظرها ولا الموضوع لا حماس لازم تتابعه والله الموضوع المشكلة هنا نسبي أقدر أقول لك والله حماس روح تابعه يلا مبسطه وبعدين أجينا تقول لي والله كان يستحق الانتظار أو كان ممكاني أنتظر أكثر ممكن جينا تقول لي والله أشكرك فالموضوع نسبي يا أبو يا إنت بعد تسألوا دي الأسئلة هل يستاهل سينما ولا لا طيب أما بالنسبة للفيلم ورأيي فيه يا جماعة يا جماعة مارفل مارفل يا جماعة بعدين تلوموني وإنت متحيز لمارفل إنت عميل لمارفل إنت ما تحب دي سي أقسم بالله يا جماعة باقي شوية ويكون بيرفكت هو فيه أخطاء أكيد معامل مثالي بس والله فيلم مجنون موسيقى تصويرية يا لطيف مشاهد قتالية أوف يا المشاهد القتالية المبتكرة والإبدا الفيلم حسناته تشفع السيئات وفهمتوا عليه أن حسناته مرة كثير سيئات وشيء بسيء على كل حال عزيزي الوجيه ليش نكثر كلام خلين نخوش على المراجعة فلوما أنت مشترك في القناة اشترك فعل جرس التنبيهات عشان تصلك فيديوهاتي أول بأول والهم من هذا كله نضغط على زر اللايك لو عجبك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد منتابعين فكذا خلين نخوش على المراجعة المراجعة قد تحتوي على حرق لبعض الأحداث مش حرق واضح وصريح بس قد تحتوي على حرق للأحداث قرار قرارك طيب يا جماعة قصة الفيلم عن شانج شي وهو بطل صيني يتمتع بمهارات قتالية عالية جدا يعني سوبر هيرو إلا شوي يعني سوبر هيرو بس إيش في الفنون القتالي يحاول الهرب من ماضيه ولكن تلاحقه المشاكل بعد طول سنين ويلقى نفسه في مواجهة قوة شريرة تساعد في استكشاف أسرار وقوة عائلته هذه القصة كذا ببساطة يعني السطرين هذه اللي ممكن نشرح لك فيها الفيلم الفيلم ما راح أقول لكم إنه جدا مثالي أنا كان ودي أطبل كان فييني كده فييني روح تطبيل جاي من السينما وأنا فييني روح تطبيل بس كده لما جلست في تكرة الفيلم وأقلب فيه في دماغي الفيلم ما هو مثالي فيه سلبيات فيه شويت أشياء إيش قللت من قيمته بس ما خيب ظني لا والله ما خيب ظني الفيلم انبسط عليه انبسط عليه خرجت من السينما والي بتسامى شاقة وجهي لين هنا وأشوف واحد من أجمل أعمالي اللي قدمتها مارفل في المرحلة الجديدة غير بلاك ويد بلاك ويدو ننسوه وش راكم ننسى بلاك ويدو نعتبروا حلقة كده بس من مسلسل ما أعلنوا عنه فمثل ما قلت لكم يعني إيش السلبيات اللي موجودة في الفيلم مرة قليلة وقابلة للتجاوز يعني تقدر إيش تشوفها تنرفزك كده شوية في مرحلة الماء وبعدين تقول مو مشكلة الأشياء الحلوة مرة كثيرة في الفيلم إن جيت في المشاهد القتالية إبداع يا جماعة في تنسيق المشاهد القتالية وابتكارها بشكل فوق التصور كده تشم ريحة جاكي شان تعرفون جاكي شان والمشاهد القتالية تبع جاكي شان موجودة في هذا الفيلم ولكن كده بطابع عصري وخيالي ومع لمسة مارفل الحلوة حرفيا كل مشهد القتالي يجي في الفيلم يخلي الأدرينالين فل حماس مرة حماس ورهيب مشاهد مرة مبتكرة بناء شخصية البطل كان جدا ممتاز وأعطاني تقريبا كل معلومة أحتاج أعرفها عن هذا الشخص شانك شي ماضي عرفته بطريقة ممتازة حاضره عرفته بطريقة ممتازة وانتهى الفيلم بطريقة ممتازة ومستقبله برضه أعطوني نظرة عن إيش ممكن يكون مستقبله وارتباطه في أي شخصيات من العالم مارفل الموسيقى التصويرية للأمانة الموسيقى التصويرية الأصلية تبع الفيلم مرة رهيبة كذا مزجت ما بين الثقافة الصينية والعصر الحديث والخيالي بشكل ممتاز تحس أنك كذا قاعد تشوف شي قديم عن الصين ولكن في نفس الوقت عصري وخيالي حاجة كذا مزيج ما بين الماضي والحاضر وملعقة خيالي رهيبة الموسيقى التصويرية كذا تعطيكها الانطباع اللي انت تحتاجه في أجواء الفيلم حتى اختيارهم للأغاني في بعض المشاهد القتالية ومشاهد الأكشن كانت تقريبا جدا ممتازة مو كلها ممتازة بس يعني حلوة مناسب للحدث تشوف الحدث تتحمس مع الأغاني لكن الموسيقى التصويرية الأصلية للفيلم واو واو حبيت أنا حبيتها شخصيا من ناحية التمثيل للأمانة ولا غلطة تعرف لما أقول لك كذا تشوف فيلم تقول ولا غلطة التمثيل ولا غلطة هذا بالنسبة لأبطال القصة طبعا الشخصيات الرئيسية حرفيا ولا غلطة كل واحد قدم دوره على أكمل وجه مؤدي شانكشي كان من أرواع ما يكون للأمانة وصديقته كمان هذه الممثلة أصلا أنا أحبها كذا سبحان الله أشوفها مبسطة عليها رهيبة البنت خفيف الدم وقدمت دورها في هذا الفيلم بألطف وأبها صورة دور اللي أعطوا إياها مرة لايق على شخصياتها هي نفسها الأب والأم والشخصيات الرئيسية الثانية للأمانة ما في ولا غلطة كل شي كذا تشوفوا تقول واو ولا غلطة بالنسبة للشخصيات الثانوية والشخصيات اللي ظهرت كذا في مشاهد بسيطة جوة الفيلم كما يكون ظهر في مشهد داخل قطار ولا مشهد داخل باس ولا مشهد في شخصيات كذا سامجة أعرفين؟ مدري أحسوا مستعجلوا أو إنه إيش قالوا يلا طب طب لا إياس يطلع كويس يعني الأمانة في مشهد الباس واحد من أهم المشاهد اللي إيش تعطيك الانطباع المهم عن الفيلم كان في واحد جوة الباس مستفز مستفز يعني مشهد أكشن وخرشة كذا وأشياء قاعد تصير وفي واحد قاعد يصور ويستضرب يفترض أنه كوميديا ومفروض أنه وجوده كوميديا ما حضحك في السينما حتى أنا اللي أضحك على أتفها الأشياء ما أضحكت فسأرجع أقول لكم إيش أبل التجاوز لأنه الفيلم مليان حسنات مليان أشياء حلوة يا جماعة وفي مشهد ثاني كمان في نهاية الفيلم قبل نهاية الفيلم مشهد حتمي تعرفون لما توصلوا كذا مرحلة إنه في مشهد بيصير المشهد هذا يا يجيبك يمين يا يجيبك يسار إذا جابك يمين بيصير كذا إذا جابك يسار بيصير كذا أوكي كل شي كان ممتاز ممتاز الحماس 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 بعدين أشياء اللي خلاه يتخذ يمين ولا يسار مرة لا مشكلة شوفوا يا جماعة أنا عندي مشكلة مع بعض الحركات المبتدلة في الأفلام وأتوقع إنه كل العالم تقريبا نطفش من هذه الحركات تعرفون حركة إنه القنبلة اقتربت من الانفجار ويجي البطل يحاول يفك الأسلاك ويقصقصها ويقص السلك الصح بس متى يقص السلك الصح لما تصير باقي ثانية على آخر ثانية كت وتنجح المهمة تعرفون حركة السيارة قربت تنقلب وفي اللحظة يعلق الحزام حق الأمان ولما خلاص تقرب تصير مصيبة يقوم يفك الحزام ويطلع تعرفون حركة إنه يكونوا في ناس قاعدين يحققوا في قضية وفجأة يكتشفوها في لحظة اكتشافهم تصير المصيبة أنا ما أحب الحركات هذه حركة شخص متعلق كذا في هاوية وحبل بيطيح بيطيح وفجأة يفك الحبل ويجي واحد يمسكه أنا تستفزني هذه الحركات طفيشنا منها وصايرة قابلة للتوقع والله صايرة قابلة للتوقع وعنا ما نقعد أنتقد الفيلم بس أنتقد هذه الحركات صارت للأسف صارت في هذا الفيلم في أكثر من مشهد استفزتني أرجع وأقول ما راح تضر من قيمة الفيلم الحقيقية لأنها سلبيات بسيطة وقابلة للتجاوز عشانها مارفل يا وجيه لو أنه دي سي كان عند خيرهم الله يا دي سي شيء ومارفل شيء ما ينفع أصلا ما ينفع الله يعوضنا خير فيكم يا دي سي أنا عندي أمل في بلاك آدم مدري ليش كده متفائل خير في بلاك آدم فيلم بلاك آدم شاء الله بيطلع شيء ممتاز بالإذن الله أما من ناحية اللمسة الكوميدية اللي تعودناها من مارفل في معظم أفلامها تعرفون مارفل لا هزم تحط لك لمسة كوميدية بسيطة كده ترطف لك الأجواء في الفيلم في هذا الفيلم حلوة بس زي ما قلت لكم فيه كم مشهد كده كانت تقول لا يا مارفل مو كده الله يقرفكم يا سامجين يا سامجين موش كده وفي بعضها لا والله ضحكتني كنت مرتك نفسي أنا أحاول أخفي الضح كقدر الإمكان بالنسبة للمؤثرات البصرية والعالم الخيالي والمشاهد القتالية الغير منطقية هي غير منطقية لأننا نتكلم عن أشياء يعني خيالية في قوة معينة فيها تكنيك معين فيها أشياء معينة تدعم اللامنطقية في الموضوع إتس أوكي الأمانة كل شيء من ناحية المؤثرات البصرية والأمور دي زي الفل ولا غلطة حتى فيه أنا أبغى أحرق يا الله أبغى أحرق بس الأمانة شيء وشكرون عليه مارفل وخرجت من الفيلم وأنا البتسامة شاك قوجي مثل ما قلت لكم مبسوط وكل حاجة مجاهد قتالية مرة رهيبة ومبتكرة ومن أروع ما يكون القصة كانت جدا مرتبة وشخصية شانجشي تم بنائها والتعريف فيها بشكل جدا مثالي ما عاد فيه يعني كل اللي احتاج أعرفه عن البطل فعلا عرفته صح أنه فيه شوية فجوات كان ودي أعرفها بس إتس أوكي الأشياء الأساسية اللي احتاج أعرفها عرفته والأهم والأجمل من هذا كله أنه تم ربط الشخصية بعالم مارفل السينمائي ووراني إيش راح يكون مستقبلها في هذا العالم وأخيرا تقييمي الشخصي للفيلم كذا بعد ما أخذت لفة على كل حاجة فيه من ناحية القصة من ناحية التمثيل من ناحية الموسيقى من ناحية كل شيء الفيلم يستحق سبعة ونص من عشرة هذه منصفة جدا أنا شايف تقييمه للآن في آيم دي بي ثمانية ما هو ثمانية هو راح ينزل إلى سبعة ونص وقلوا الوجيه ما قال سبعة ونص حقه منصفة جدا أقولوا لي رأيكم وممكن نسولف عنه في الدسكورد لو حابين تعالوا على الدسكورد ممكن نسولف عنه ونسوي فقرة خاصة نسولف فيها مبعض صوتيا أو حتى إيش ناخذ أراكم بشكل عام أعطيكم العافية منشاهد يا جماعة كم معاكم للوجيه أشوفكم في الفيديو القادم